بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في سيتي سكيب الرياف الحدث العقاري الأكبر في العالم الذي يجمع العقاريين الخبراء المستثمرين والمهتمين بالعقار في كافة العالم في الرياف امتداداً لكل الدعم الذي تقدمه قيادة المملكة العربية السعودية نسعى معاً إلى اختصار المسافة وتبادل الخبرات العالمية ونقلها للمملكة استهدفنا مشاركة سبعين دولة واليوم نسعد أن نعلن مشاركة مئة وسبعين دولة معنا في هذا المعرف لتكون عوناً لنا في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية عشرين ثلاثين الرؤية التي منحتنا التي منحتنا أفقاً نمضي إليه لنصل لبناء مسكن المستقبل العنوان الذي اخترناه لهذا التجمع الفريد شهدت المملكة نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع المدن بأبعادها المكانية المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لها دوراً كبيراً في تحقيق رؤية عشرين ثلاثين حيث تعد المدن الأطار المكاني الذي تترجم فيه معظم أهداف ومبادرات ومشاريع هذه الرؤية في نيوم سنرى حلماً واقعاً قريباً إن شاء الله سيخلق مجتمع مدعوم بالمواهب في ظل أربعة عشر قطاع منها قطاع التصميم والبناء لتصبح نيوم النموذج المعياري الذي يسعى القطاع للوصول إليه في العلا تهدف الخطة والتطويرية لمحافظة العلا إلى التركيز على البنية التحتية والمرافق السياحية مع حماية الطبيعة الخلابة والمواقع التاريخية والمرافق السياحية مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة سيكون معلماً يرتقي بجودة حياة أهالي مكة وتجربة ضيوفها بالمحافظة على الطبيعة الروحانية والثقافية الأصيلة للوجهة كما يأتي مشروع تطوير وسط جدة للمساهمة في وضع مدينة جدة على الخريطة العالمية بإحياء تراثها العريق والاحتفاء بثقافتها المعاصرة كما ستجلب عيون العالم الوجهتين السياحيتين البحر الأحمر وآمالا والتان تهدفان إلى إرساء معايير جديدة لبناء قطاع سياحي مستدام في المملكة في الرياض الأحداث كثيرة والتطوير كثير اخترنا المسار الرياضي كوجهة ممتدة الأرجاء تجذب المشات وهوات الدراجات وراكبية الخيول مع متذوقي الفن والمثقفين والمهتمين بالبيئة على مسارات ومساحات تحظى بنمو حياة صحية اليوم تتاح لكم فرصة الاطلاع ومعرفة المزيد عن أكبر متنزه طولي في العالم القائمة تطول وستكتشفون في هذا المعرض العديد من المشاريع العملاقة والوجهات التي نفخر بها ومما لا يخفى عليكم أن تحقيق رأية المملكة يتطلب تحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري والمشاريع الإسكانية عن طريق شركات عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات ذات نمط حياة عصري وذلك وذلك بالتعاون مع المطورين العقاريين المحليين والعالميين وسيشهد المعرض إطلاقات لمشاريع نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتفعيل الشراكات الواعدة لقد أسهمت الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين منذ انطلاق الرؤية في تطوير تسع ضواحي سكنية في مختلف مدن ومناطق المملكة توفر خيارات سكنية تمكن الإنسان من المشاركة في محيطة والتمتع بحياة صحية مثالية كما تسهم شركة الروشن بتقديم مستويات معيشية عالية الجودة من الإحياء المتكاملة التي تمكن وتعكس تراث المملكة وتطلعات شعبها وسنتوسع خلال العوام القادمة بفي بناء الضواحي السكنية في كافة أرجاء المملكة بمشاركة المطورين العقاريين المحليين والعالميين لنواصل معنا التقدم في العملية التطويرية والتنموية لقطاع الإسكان وذلك في ظل بيئة تشريعية محفزة للاستثمار وخيارات تمويلية متنوعة أسهمت في ارتفاع نسبة مساهمة القروض العقارية في الناتج المحلي غير النفطي لأعلى مستوى لها على الإطلاق طبعاً في ظل حجم المشاريع الحالية والمستقبلية سيكون التركيز على الجودة واختصار الوقت اللازم لتسليم الوحدات مما حتم الاعتماد على أساليب البناء الحديثة لمعالجة الفجوة في توفير الوحدات السكنية والتغلب على تحديات أساليب البناء التقليدية كما نفخر في السعودية بالتقدم الذي حققناه في مجال التقنيات العقارية فالبيئة الداعمة للابتكار والإبداع أسهمت في صنع التقدم الملموس والمؤثر على القطاع العقاري في السعودية كما أسهمت التقنية بتحسين تجارب البناء وأدت وآتت دوارا مهمة في التطوير وتسريع وتيرة البناء اليوم أستذكر هذه العبارة لسمو ولي العهد والتي كانت في بداية نيوم هذا المشروع مكان للحالمين فقط الذين يريدون خلق هذا المشروع مكان للحالمين فقط الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم هل هناك دعوة أفضل من الدعوة للحلم إن البيئة التي أراد سمو ولي العهد أن تكون موجودة هي بيئة الحالمين الذين يريدون قطف الثمار من الأغصان الأكثر علوا والارتقاء إلى القمم الأكثر عنادا وهذا ما كان وما سيكون منذ انطلاق رؤية 2030 والسعودية تأخذ موقعها المركزي في العالم لتصبح من بين الدول الأكثر تأثيرا في تقدم العالم نحو المستقبل وما زلنا وما زلنا نرحب بالأفكار الأكثر جراءة ونناقشها مع شركاؤنا حول العالم لتتحول الفكرة إلى واقع والحلم إلى حقيقة وقبل أن أختم كلمتي يسرني في اليوم الأول من معرض سيتيسكيب العالمي وبوصفه معرضا للاستثمار في القطاع العقاري أن أعلن عن إطلاق عدد من المشاريع بقيمة تتجاوز 65 مليار الريال سعودي ولابد أن أقدم الشكر الجزيل لمن أسهم معنا في النجاحات فشكرا لشركة تحالف التي كانت شريكا أساسيا في إقامة سيتيسكيب الرياض ولكل الجهات والأفراد الذين شاركونا في إقامة هذا المعرض الدولي كما أشكر الأصدقاء في مختلف أنحاء العالم لما لهم من أثر على استمرار العمل للمشترك والبناء لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وأشكر موصولا لكم أنتم أيضا أكرروا الترحيب بالجميع ولكم تسعادي أوربيا وأتمنى لكم وقتا مثمرا في معرض سيتيسكيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر